أعزائي الطلبة الآن سوف أقوم بحلقة تدريب الخامس واحدة عندي نموذج في الإعراب نجب قراءة والاستفادة من المعلومات الواردة فيه اثنين أعرب ما تحته خط عندي في الآية الأولى إعراب إثنتا عشرة قلنا أن الرقم أو العدد 12 الجزء الأول يعرب حسب موقعه في الجملة وعشرة إعراب إذن إثنتا هنا وقعت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وعشرة عدد مركب مبني على الفتح أما الجملة باق قرأت ثلاثة عشرة قصة قصيرة في شهرين الآن قرأت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير متحرك والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الآن ثلاثة عشرة تعرب يعني مع بعض عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به طبعا في هذه الجملة أعربتها من البداية حتى أعرف ما هو موقع ثلاثة عشر الإعرابي وهنا وقعت مفعول به أما جيم اشترك في مصابقة الرسمي ثلاثة عشرة طالبا وطالبة الآن أيضا نفس الشيء في عندي اشتركة من الذي اشترك هو ثلاثة عشرة طالبا إذن ثلاثة عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل إذن ثلاثة عشر في محل رفع فاعل تحركات عشرة طالبا وطالبا 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 وطالبا